يتابع اللاجئون الإيرانيون الأكراد العالقون في إقليم كردستان العراق منذ عقود الانتخابات في بلدهم والمفاوضات النووية في فيينا من دون أمل كبير في أن تغير أوضاعهم وهم باتوا يسعون إلى الحصول على لجوء خارج الشرق الأوسط وشكلت وفاة اللاجئ الإيراني الكردي بهزاد محمودي بعدما أحرق نفسه الشهر الماضي أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل صدمة ألقت الضوء على أوضاع هؤلاء إذ لا يزال بعضهم عالقا منذ عشرات السنين في الإقليم من دون أفق للخروج بسبب افتقارهم للأوراق الرسمية ولا يؤمن معظم هؤلاء أن خيار التغيير في إيران ممكن لسيما وأن الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من حزيران يونيو محافظ متشدد وازدادت أوضاع اللاجئين صعوبة مع تفشي وباء كوفيد تسعة عشر الذي أثر اقتصاديا عليهم ضعفي تأثيره على العراقيين من غير اللاجئين ترجمة نانسي قنقر